سيدات وسادة نواب كما أعلم الجلسة بأن سيد محمد نجيب ترجمان هو نائب رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس سيدات وسادة نواب ذيوفنا الكرام تكتسي هذه الجلسة العامة الممتازة أهمية خاصة ذلك أنها تنعقد في ظل المناخ من الانشغال والجدل حول أبعاد الإجراءات التي تضمنها مشروع الميزانية وتدعياتها على حياة المواطن اليوم وغدا ونحن ندعو الحكومة إلى أن توظف البوادر والمؤشرات الإيجابية التي بدأت تبرز في بعض الجوانب الوضع الاقتصادي لتصنع معادلة خالقة للأمل لدى المواطنين ومن الطبيعي أن يتفاعل مجلس نواب الشعب اليوم مع أسباب الانشغال لدى الرأي العام الوطني والتي يكمن اختزالها في ثلاث عوامل العامل الأول يكمن في الارتفاع المتواصل لحجم التدائد مما دفع الكثير من النواب إلى المطالبة المجلس بتحديد سقف للديون الخارجية العامل الثاني يكمن في عدم موضوح الرؤية المستقبلية مما يدعو الحكومة إلى وضع خطة متكاملة وبعيدة المدى ترمي إلى فتح الأفاق أفاق الإدماج الاجتماعي للشباب العاطل والمدهمش أما العامل الثالث فهو يخص غياب قوة الانصهار المجتمعي المبنية على شعور المصير المشترك والدافعة إلى المستقبل الجماعي تلك القوة القادرة على تجنيد التقات الخلاقة والكفاءات المهدورة والمهارات المعتلة التي تزخر به بلادنا وشبابنا ومن الواضح أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا تستوجب تظافر كل الجهود واستغلال كل التقات المتاحة حتى تتحقق الأهداف المرجوة في دفع الاستثمار والتنمية في الجهات المحرومة توفير الشغل للشباب وتحقيق التوازنات المالية العامة والحد من المديونية إن مجلسنا واعن بدقة وبجسامة التحديات التحديات التي تواجهها بلادنا خلال هذه الفترة وقد بدرنا بدر المجلس بتنظيم يوم برماني شارك في أعماله إلى جانب النواب السيد وزير المالية ممثلين عن المنظمات الوطنية والمهنية إضافة إلى عدد من الكفاءات والممثلين عن المجتمع المدني في هذه المناسبة وقع تبدل المقترحات ودراسة المآخر والانتقادات بهدف تحقيق توافق حول أهداف الميزانية وأمكانية الدولة ومناهج ترشيد التصرف كما أن رئاسة المجلس نظمت سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء المنظمات الوطنية من أجل تقريب وجهة النظر وقد وقع النظر في قائمة الإجراءات التي تضمنها قانون الميزان الملي كما ساهب النواب في مختلف اللجان في دراسة ومنقشة كل جوانب ومضامين القانون المالية وميزانية الدولة إلى سنة 2018 ذلك أن مجلس نواب الشعب شريك في توجيه الميزانية وقانون المالية على ذوم مشاغ المواطنين ومطامحهم المستقبلية وهو يكرس إلى جانب طابعه التعدد والديموقراطي رغبته في تحقيق توافق واسع حول مضامين الميزانية حتى تكون آلية فعالة من أجل التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في بلاد السيدات وسادة النواب ذيوفنا الكرام أن المطلوب اليوم هو انصيرف الجميع إلى العمل إلى العمل مع تقاسم الجهود والتضحيات في عدل وتوازن ونحن نقدر الصعوبات التي تواجهها تونس لتحقيق أهداف التنمية لكن واجب الحكومة هو أن تقدم لنا خطة واضحة وحلوناً واقعية ورؤيةً مستقبلية مطمئنة إنها مطالبة الحكومة مطالبة بأن تكون كشاف طريق الأمل لفائدة الشباب والقوى الحية في البلاد هدفنا هو النجاح والنجاح يستوجب الإصرار على مناعة بلادنا وازدهارها وازدهارها كما يستوجب أن يبقى صفنا الوطني موحداً وهاجسنا خدمة مصالح الشعب بكل فئاته وفقن الله في أعمالنا والسلام عليكم